يعني مش عارفين نقول ايه بس بس بجد الف مبروك بجد مبروك بجد وشرف كبير لقد انا كامل م 물ك ايه باكبار الفين الحلوة ايه اخبار المهرجان ايه المهرجان جميل والمكان جميل يعني بجد 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 الواحد اصلا بيحس ان هو مش عارف يخtha لا أفلام ولا يجي يوعد Sao, يجلبوا لي الافلام هنا صحيح صورت عن النيل كثير اه يعني مثلا فيلم الاشئة الهوى كان فيه مشهد كذا مشهد كان فيه مكان مفروض احمد السقه ده المكان يبرتاح فيه كان مكان في المانيال مكان عن نيل مكان جميل قوي صورت في سجن النساء برضو عن نيل سجن النساء كان فيه حاجة في سجن النساء أستاذة الإخراج هتفهم السؤال اللي جاي ده الواحد بيبقى عنده سيناريوهات كتيرة قوي للحظة المعينة المهمة في حياته أين كانت اللحظة لحظة تكريمك ولحظة جايزة فاتن حمامة أكيد حطيتي ستين سيناريو على دخولك على المصرح وهتستلم الجايزة بس اللي أكيد حصل في الواقع مختلف خاص حاجة تانية خاصة ايه السيناريو اللي كنت احب مجهزة والله كنت حاولت ان انا اجهز كلام اقوله عشان اقول انا نفسي عايزة اقول ايه وبعدين انا مش بعرف يعني انا فيه ناس بتعرف تعمل انها تبقى مجهزة كلام وحافظه وكتبقى في ورقه وتخلي حد مثلا يدولها مثلا على مراجع مراجع ومش عارفة ايه كده انا ما بغرفش يا دايما انا بحب بقى يطلع من القلب يعني يبقى تلقائي فبعد ما حاولت كده عودة افكر هقول ايه واقول مين وهعمل ايه والله لانه انا عندي كلام كتير اقوله للسينما والحب في السينما وللسعادة اللي انا فيها ان انا الطالبة اللي كانت في معد السينما بتتدرب وهي عندها 16 سنة فيعدي 30 سنة فتبقى وقفة بتتكرم باسم فتن حمامة فالرحلة دي بكل الحاجات اللي شفتها فيها بالصعوبات وبحاجات كتير حسيت ان انا نفسي اشكر ناس كتير بس فكرت اول شكر كان والدتك اول حد جي على بالك طبعا امي 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 طبعا لازم وقفة دي اش معنى تحديدا والدتك اول حد جي في بالك ومش حد تاني مثلا برضو ومش الوالد على سبيل المثال وهو قامة جبيرة وليه كانت ايه اهميتها في الكرير او في مشوار كامل عبوز كنت قصة حب وكت حصل انه يعني سبني وكده فانا كنت منهارة ومش عايزة انزل اروح لشغله فهي عن فاكرة اليوم ده قد ايه هي قوتني وقالتلي انه اوعي تعملي في نفسك كده فمثلا انا بديك مثلا من الامثال فاليوم ده قومتني من كده هو قفتني وقالتلي اوعي تنزلي ان فيش حاجة تكسارك هو ده 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 كيانك وده حائتك انا مش بالغى انه العلاقه معين راجل الادين معانه انه ده لكن لما يبقى يبقى ادا مش كويس ده ده م حتى لو مدقةك لما حصلوا انفصلت عن fence ومعايا بنتي عندها سنتين وقدم مستحيل ان انا انه انا مش منهل اللي حاسيب بنتي مربيه مع مربيه يعني كنت لازم حاستنى على أقل لما بنتي يبقى عندها والله كنت حاستنى طول الوقت لأنه لأنه كل سن لي صعدته فما كنتش حاضر أشتغل فأمي هي اللي شالت بنتي هي اللي وكانت بالنسبالي هي الأهم فأنا من غير أمي ما كنتش حاضر ننزل أشتغل رأيها أرأها كانت كنت قرأة للسيناريو وكانت ناقضة مرعبة يعني وكانت دايما قبل من الفيلم مثلا يخلص أو كده هي نسخة العمل أفرجها عليها هي كانت آخر عمل كانت معاتي فيها سجن النسا سجن النسا فهي كانت يعني لا هي حاجات كتير تمي منعش أن والدي بس والدي مات قبل ما نخرج يعني مات كان لسه فيلم أول فيلم ليا ما كانش لسه تعرض بس شاف لي الفيلم القصير وبابا كان رافد أن أنا أدخل المجال لكن ماما لأ يعني ماما كانت مبسوطة جدا أن أنا اخترت المهنة دي لكن بابا كان رافد خالص يعني بابا ما كانش حابب فما ما كانش يعني بالعكس هو أكلم دكتور شوقي عميل ما هات سينيما في الوقت ده قاله يا ريت ما تقبلوهاش يعني لو قدرته ما تقبلوهاش ما تقبلوهاش درجات دي أه ما كانش عايز أن أنا أدخل كنت أخذتها علي كنت متضايقة منه وقتها لا خالص لأن عنده حق لما يعني لما اشتغلت بقى عرفت أنك عنده حق يعني هو كان خايف علي حاسس أنه شغل أنا مرهقة وشغل أنا متعبة وحروب فيها كتير وهو كان حاسس أنه مش هيقدر عايشني كل الوقت ده عشان يقدر يبقى في ظاهري فكان خايف من المهنة والحقيقة كان عنده حق ده طبيعي طبيعي أي أب اتجاه بنته لكن بعد كده هو لما بشتغلت مساعدة وابتدى يسمع أن أنا مساعدة شطرة وأنه بيقولوا علي أن أنا شطرة وكده بقى مبسوط قوي وأول في المقصير عملته أخدت فيه جواز كان فخور جدا وابتدى شوية ابتدى يتصالح مع الفكرة وبالعكس هو كان بيقول لي لما مثلا أرجع متأخر وحد يشوفني ويقول إذا بترجع متأخر قوي كنت أنا بتدايق وأنا صغيرة هو جي قال لي ولا همك أي حاجة بالرغم من تحفظاته بالرغم من أنه هو هو كان خايف علي من المهنة والمهنة صعبة فعلا يعني الحقيقة أنا دلوقتي مثلا بنتي بقيت بداي لأن بنتي جدها مدير تصوير وجدتها مدير التصوير وأبوها مدير تصوير وأمها مخرجة فقلت دي أكيد هتحب السينما وهتبقى أشتغل فيه سبقيت حبدوليلا لأ يعني كنت بدأي الحقيقة أن هي ولا حباها بس عارفة أنها متعبة فحست مش قادرة لا هي اللي شافته فيا يعني شافت أنا حصل فيا إيه تعلمت قالت لا أنا مش عايزة بقى كان نفسك يعني مع إيه أنا عارف طبعا أكيد عشان ما تتعبش كده بس من دول وجه ما كانتش نفسي جبره لا ما كانتش نفسي بالرغم أن أنا هي أي حاجة هتقولها كانت عمري ما كنت هقف يعني أي شغلانة هي عايزة تشتغلها كنت هقولها الحاجة اللي هتحب بيها هتنجحي فيها أي أن كان عايزة تشتغلي إيه يعني فأي حاجة فأنا كنت مستنية هتقول لي عايزة أمسل عايزة أخرج عايزة بقى تصوير هي بقى اللي شافتو من التعب اللي أنا فيه يعني راحت العكس بقى تماما promit قتل لّك أنا عايزة نفسك تبقى تبقى ستبقى... لم تع Raspberry بالبطى الأرض يعني.. كرهة الشوق يعني هل التعب ده! أو هل لم يحل consegue مشروع مطيمين جدا ونحن نتكلم في دوقتي بس هل التعب ده هو اللي يعني أستغرب جدا أني عندك هذا الشغف وهذا الحب وهذا النجاح كمان والتميز وتقرري في لحظة اللي كنت قولي أنا أنا مش قادرة وتعتزلي أو تقرري ان انت تعتزلي وهل فعلا تكريمك في المهرجان كان هو اللي أرجعك عن الاعتزال والله كنت حاسة شوي أني عايزة بعيده الزراحة يعني أنا فاهم لحظة كنت بتقولي الزرفة صعب بس لارجتي تقولي عايزة بعد عن السين ما اللي بتحبيها قوي كده أتفرج عليها يعني جي فقت وقت كده قلت إيه إنت كان بعد طلوع الروح؟ بعد طلوع الروح آه يعني حسيت أن أنا تعبت يعني حسيت أنه الحمد لله على كده يعني وتعبت قوي بس ما علىنتيش القرار ده كان بينيك وبالنفسك كان بيني وبالنفسي وبعدين حسيت أن أنا فيه وقت كان ممكن قديمة يعني أنا بقولك حاجات أنا سعتها حسيتها يعني أنه أمي كان نفسي يعد معه أكتر من كده لكن الشغل خلاني معودش معاها بنتي في الوقت ده خلفت فحسيت بقى أن أنا عايز أعد مع عايزة أبقى قعدة مع حفيدي ببري ببقى معه كل يوم بيشوفني طبعا حافيدي دي طبعا يعني طبعا مدركة أنه فيه مشاكل كتير قويه فجوعة م 부탁 ما يخليهم لكم كل حاجة بس يعني اهو يعني اهو يعني انا كنت حسيت ان انا عايزة اكمل بقى بقيت عمري اللي جاي اه اه العمري بقيت اللي جاي بقى خلاص بقى في الهدوء في البيت قاعدة في البيت اه ما بقولش اكل من الشارع بطبخ في البيت اه قاعدة مع بنتي منامي وصحة في زبا وعيد طبعية زي الناس منامي وبصحة بصحة بدري منظمة مواعيدي اه بشوف صحابي اه اه اعيش حياة اه 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 ما ببضلش طول الوقت في قلق ايه العمل اللي جاي هعمل ايه اه 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 كنت مقررة كنت تقريبا مقررة تقريبا ايه اللي حصل بقى هل فعلا مكالمة المهرجان فرقت معاك اه 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 حسيت لا هل فعلا بكيت وانتي بتاخدي اه 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 عيات عيات استيري اميرة خد مين اللي اخلمك هو استاس حسين الاول كلمني بس انا مش عارفة ان امرته فما رضتش فلاقيت امير بيكلمني قال لي استاس حسين فاهمي بكالليمك كشه واه قلت له فبصيت قالي هتلاقي نمرأ كلها ستات قلت له كنت لازم افهم اندي دي احسين فاهمي يعني نمرأ كلها كل الستات الحلوة دي يبقى حسين فاهمي فهو قال لي فلما امير كلمني قلت هو عايزي في لجنة تحكيم فقال لي بس ان عايزين اتكلمك بنبلغك اننا عايزين تكريم فتن حمام الوقتي اصلا ما بقول كده مخضوضة تاني فلقاني بعيد بقى عياط عياط ايه بنتي في ايه انا بقولك حاجة وحشة فلان انا ساعتها حسيت انه لا 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 انتي لو ربنا كان عايزك تبقي الست دي اللي بتطبخ وقاعدة في البيت وبتربي الولاد ما كانش مشاكل الاتجاه ده هو مشاكل الاتجاه ده لانه عشان تدي حاجة تانية فيه ستات كتير بتعرف تطبخ انا بعرف باطبخ طبعا قويس الحمد لله وبنتي الحمد لله تربيت احسن تربية وعملت حاجات كتير فبالعكس يعني حسيت انه ده الوقت العمر اللي جايد الوقت ده بقى اللي خلاص فيه خبرة العمر ده كله فحسيت انه يعني دي 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 جفت من عند ربنا ما ينفعش ان انا احبسه لازم افضل موجودة وانه الجايزة دي بتقولي استمري تعبتي معلش كملي مافيش نجاح من غير تعب مافيش حب من غير مجهود ساعي وراه وحتعملي ايه يعني لو ربنا ماديك العمر عشر سنين كمان عشرين سنة كمان هتقادي تطبخي يعني عدت راجع الحاجات في جوايا كده ووو وفقولت لأ انا 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 ده 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 المسلسل اللي كنت فيه بردو كنت بره مصر لمدة 4-5 تشهر ظروف نفسية مش سهلة طبعا كنت تقيلة شوية ليس سهلة فأكيد التفكير ما كانش لقي اوه فكنت fazla وبيني كانت حامل في الوقت ده كنت بالنشج getting stress كتير كنت خايفة انها تبقى في اللخزة هي بتولد انا مش جنبها فكل ده خلاني حسيت انه لأ انا مش مش عايزة لكن الجايزة خلتني اقول لأ ده ربنا بيقولك انتي لازم تستمري ولازم تفضلي عشان اللي جواك يفضل يطلع لانه دي نعمة من عند ربنا يعني فما ينفعش ان انا اقدريها يعني. واحنا كمان هنعمل ايه اصلا كما انا انا بقلي كتير بشتغل بس عملت عمال قليلة. لقد كان سؤالي بحضرتك يعني ماليش قول صغيرة جدا من الاول خالص وبعدين لما نبص على انه حالك سنك مش كبير بس الاعمال انت بتتكرمي النهاردة بجهز فات الحمامة وهي الاعمال فعليا السينما والتليفزيون كعدد مش كتير. مش كتير اه. بس هي كجودة كبيرة ومهمة جدا جدا. مع انه اللي بيخلق او اللي بيسيب اسمه كتاريخ او زي بقول كده بالتقيل كده ايرث للفنان هو الكم ولا الكيف? وكنت تحب يبقى الكام اكتر؟ اه لو الكام كان هيبقى اكتر على الكيف يبقى لا. يعني يعني في مخرج ممكن يكون عمل مية فيلم مش هترتكر له مشهد. وفي مخرج ممكن يبقى عمل تلاتة اربعة فيلم بس. وهتفضل فكره لعمر كله. استاذ قسامة فوزي عمل تلات افلام. في غيره في نفس سنه عمل مية فيلم. هتفتكر بحب السيمة طول الوقت. كانت الشياطين. فلا يعني انا بالنسبالي طبعا كنت اتمنى ابقى بقى عندي عدد افلام بالذات الافلام. اكتر. اكتر بكتير. لكن القدر بقى حصل كده انه من بعد 2011. السينما تقريبا توقفت. فكل السينماين رحوا للتلفزيون. فكان المسلسل بالنسبالي هو. الملجأ. الملجأ. وكنت بشوفه كعدد افلام. يعني التلاتين حلقة دول كانوا بالنسبالي عشر افلام. يعني لانه كل السينماين مش انا الوحدي. اللي راحوا للتلفزيون راحوا نقلوا السينما للتلفزيون. صحيح. يعني ده حقيقي. وغيروا. وغيرنا احنا احنا كجيل. وقفت السينما على حظنا بأسباب بقى كتير سياسية. والوباء والواوا وكل الحاجات دي. فكل السينماين من مخرجين ومديرين تصوير. وكتاب ومؤلفين موسيقى. ومنتاج وديكور. اتنقلوا. ما هم عايزين يشتغلوا. وطلعوا الطاقة. صحيح. وعايزين يعيشوا. عشان يعيشوا. طب طب. فنقلنا السينما للتلفزيون. يعني. وده حصل في العالم كمان مش بس في مصر. وده حصل في العالم. بس احنا كنا في مرحلة لسه بنشتغل تلفزيون. زي في سنة 1985. تلفزيون. تلفزيون. الكاميرات الكبيرة والبتاع واللي مش عارف ايه. والكلام ده. والمشاهد الطويلة قوي. فاحنا روحنا نقلنا ده للتلفزيون عشان احنا جوانا سينما. طبعا. بس انا كنفسي عملت افلام اكتر من كده بكتير. بصراحة يعني. بدأت شغل زي ما قلت. بدأت تدريب وحرك في المعهد ستاشر سنة. قبل المعهد. قبل المعهد كنت بعمل جي سي ايه. واول ما خلاص جي سي ايه. ما كنتش لسه دخلت المعهد وروح تنزل في الما تدرب فيه. ده كان قرار واعي. يعني كنت عايزة تعميني كده من بدلي ولا حصلت كده ولا كنت عايزة ايه. انا مش عارفة. على غير اللحظة دي. انا مش عارفة كنت ايه اللي بفكر فيه. وانا عندي. خمستاشر وثمانتاشر. يعني ايه اللي خلاني عملت كده. يعني كان صحابي كلهم مثلا. في الصيف. يخرجوا يسافروا يصيفوا بالزبط. يلا حنلبسوا بتاعوا نشوفوا لادو ان ننبسط وندحك وان ونلبس. طبعا. انا لأ. انا بالنسبة لي الفصحى ان يوقفوني في اللوكيشن. هم كل صحابي يروحوا لعجمي. وانا افضل قادة في القاهرة. احاول اتضرب مع مخرج انا بحبه. وده كان متعاتي. كنت مثلا لو سفرت العجم يومين ثلاثة واقعدت معاهم. كنت حسنا نازحة انا قوي. خلاص شفت البحر وانزلت البحر وسمعت الكلام. مين بتحب مين. ومين سب مين. ومين فلانة عرفت فلان. ومين حبت. خلاص. ها وبعضين. ها. لا انا عايزة اروح هناك. فازهق جدا. وحس ان انا. انا ما ننجسش. ان انا لا. انا مش عايزة. انا مش عايزة ده. اتكلمك على واحدة عندها 16 سنة. فكان بالنسبة لي الفصحى. والسعادة. والراحة قابل حبيبي. هي ان انا نازل لها اللوكيشن. وحاقف اللوكيشن. وحاعد اتغدى اكل كلنا. ناكل كلنا مع بعض. طبعا. اه. واشوف اللجوم دول اللي انا كنت احلم اشوفهم يعني. بس كده. وشغلك. يعني انت كمان تشهد كمساعدة. مع اسماء واسادزة. يعني اذكر منهم استاذ عاطف الطيب. استاذ محمد خان. استاذ رطمان الكاشف. استاذ السلام وفوزي. استاذ هادر جلال مثلا. جيل تاني. مختلف جدا. يعني. كل ده. وده بتشوفيه في السن ده. وهم كمان. دايما. احرادت بتقول. هما خلوكي صحاب. وبقيتوا صحاب. اه. وخدوكي في العالم بتاعهم. استفدت منهم جدا يعني. بتشوفي ده ازاي. دلوقتي. مع الحركة شهيدة قوي. عند الجيل الجديد. ان ما عندهوش قوي. حتة بتاعت. طبا ننزل. هل تشتغل. لمساعدة ليه. ما هنخش اخرج على طول. لانه كمان الامكانيات والزمن والوقت والانترنت. بقى مديهم الفرصة دي اسهل. فبيعني بيحسوا انه هي لسه بقى حنزل بتاعها. انا اقدر اخرج على طول. شايف التجربة دي فرقت معاك. زي ما تقولي لهم ايه. تقولي. لا فرقت كتير اولا. بتشوفي ده اولا لا فرق جديد. انا ما بحبش فكرة ان اقول ايه يا ده زمان لما كنا كان احلى. بس الحقيقة. انه انه انا دلوقتي مثلا لو معايا. ولاده او بنات صغيرين بيتدربوا. او مساعدين الاخراج اللي بيشتغلوا. الحقيقة لانه خبرت. خبرتهم يا اما مسلسلات يا اما اعلانات. دي الخبرات اللي عندهم. للأسف هما ما وقفوش في ولوكيشن عاطف الطيب. ولا يوسف شاهين. ولا محمد خان. ودول مش موجودين دلوقتي. يعني الجيل ده. بس في جيل برده. العلام ده. مهم وموجود. بس الجيل ده السينما. السينما كانت حاجة تانية. فالحقيقة هما بحس انه. لأ نقصهم حاجات كتير قوي. هما. يعني مهم التدريب صح? طبعا. طبعا. يعني دايما نقول. يتعجلوش على فكرة. لا. او يشتغلوا بس برضو يتدربوا. طبعا. انا على فكرة انا كنت مقررة حتى اقول يا رب انا عايز اخرج قبل ما تم تلاتين سنة. وحصل. انا اخرجت صغيرة. بس اشتغلت قبليها من انا عند 16 سنة. لغاية انا عند 29. بشتغل مساعدة بالتعلم. مش. دلوقتي بلاقي حد ممكن يبقى اصغر مني بكتير. وفاكر انه. هو. فهم حسن مني. مش هارف اقولها لك ازاي. بس يا حبيبي تعالى انت لسه بتتعلم. انا افضلت وقفة سكتة بصلهم كده. لعشان اتعلم. مش عشان اه انا جاية اه اه بخرج عليهم. طبعا. يعني. فبقى فيه كده. انا مش بقولك الكل. طبعا. طبعا. خبرة الاعلانات. شغل الاعلانات الكثير. الاعلانات. لا بتفقدك حاجة كبيرة. كبيرة جدا. تفقدك الاحساس. خالص. تفقدك الدراما. يعني انا حتى قابت كثير اشتغلت مساعدة اعلانات. صورة 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 اهم حاجة. اتخنقت ليه بقى لاني بدور على بنت اسنانة حلو. بدور على بنت ادها حلوة. عشان هنصور ايديها. بندور على حد ابتسامته لذيذة. لكن لما بشتغل في فيلم. انا بدور على ممثل. على مشهد يجي يقوله قدامي. كمساعدة عشان اقول للمخرج. في فلان ممكن ينفعل الدور ده. ادي له اوبشن ثلاثة اربعة. لكن في الاعلانات وانا مساعدة. دي سنانة حلوة قوي لما هتبتسم. وهتقول الشوكولاتة هتبقى حلوة قوي. اما حد سنة. حسيت ان انا هفقد حاجة. حفقد الدراما. الفن اللي بجد مش الصورة. مش الشكل. لأ الحفظ. حبقى بفكر بس في الشكل. ان الكاميرا مش عارفة تحرك ازاي. والالوان تبقى عاملة ازاي. والعدسة تبقى عاملة ازاي. والزاوية تبقى عاملة ازاي. وانسى. المحتوى. المحتوى. هو ده اللي بفكر فيه. فللأسف ده بقى دلوقتي. انا مش بقلل من الاعلانات. طبعا طبعا. لكن انا شايفة ان ده شغلانة. ودي شغلانة تاني. يعني شايفة ان ده. ده نوع من انواع الدعاية. الدعاية لكن الفن. او انك انت بتحلي الحاجة. عشان تبحها. لكن احنا لا. احنا الفن اللي يقولك الحقيقة. عشان تواجه نفسك. وتقف قدام المراية. مهما كانت الحقيقة. مش حلوة. عشان تواجه نفسك. وتبص نفسك في المراية. وتقول اغير ده ازاي. فده الحقيقة. وده كذب. يعني. يعني. مضافة سافي كبير جدا. فانا انا ساعتها بالرغم انه كنت ساعتها كمساعدة. اللي بقبضوا في الفيلم كله في شهرين. باخدوا في يوم. في الاعلان. في يوم واحد. بس مقدرتش. يا الان حضرتك اقسا ساكا. اهههههههههه. والله ما قدرتش خالص يعني. يعني. برضو. هي في نعمة حلوة. ان البني ادم ما هي بقاش بيحب الفلوس قوي. طبعا. حب الفلوس قوي ده بيخليك تتنيزل. انك نفسك يبقى عندك ألماظات كتير. انك تبقى راكب عربية مش عارفة ازاي. ان عندك يبقى عندك أصرف كمباوند مش عارفة. الأحلام دي الكلام ده ده بيخلي واحد ساعات بيتنازل لكن لما تبقى أحلامك أبسط من كده هتلاقي ممكن ربنا يديك لوحده بس من غير ما تبقى لأن ساعات حبك للفلوس قوي يخليك تضطر تتنازل تتنازل في شغل أنا مش بتحبها تضطر في كلام تقوله عشان تنافق اللي قدامك عشان هو صاحب راس المال مثلا بس حضرتك قلت حاجة مهمة جدا ماشي مش لازم أحب الفلوس بس كمان مش لازم أحب التعب قوي يعني حضرتك بتنقي مشاريع صعبة قوي يا أستاذة كاملة ليه تعبيني كده هل ده؟ متعة إحنا والله مبسوطين مش قاين حاجة بس حضرتك ما يوصلش محارة حاجتي فهمت بإيجاية مش قادرة قولي لا مش هكمل متعة ولا تحدي؟ لا متعة يعني انت قدامك الزهل هو صعب لا أنا حدقي بطلوع الرواب لا وعنفكرة التعب مش تعب الشغل هو تعب اللي برا الشغل يعني الشغل نفسه ممتع جميل طول ما انت بتعمل بتعمل حاجة جميلة التعب من الناس اللي بيقفوا ضدك اللي بيعرفوك اي بس في مشاريع طبيعتها صامعي مشروع زي سجن النساء ده مشروع أساسه طبيعته نفسيا حتى على اللي بيشتغل فيه صعبة مشروع زي بتلوع الرواح ده مشروع نفسيا صعب جدا مشروع زي يوم للستات على فكرة برضو مش سهلة أبدا أكيد برضو ده اختيار واحد صفر واحد صفر طبعا بس اختيار نفسي كبير تقيل عليك وعلى الموسلين اللي ممكن يوصلك المرحلة زي اللي حصلت لده 4 شوية ممكن طبعا هو تقل الحاجات اللي دي بتتعبك بس صدقني مثلا في بنيت وش ما ده كان مسلسل كوميدي ودم وخفيف والأزيز ومنضحك وبتاع لكن احنا كنا ميتين ورا الكاميرا يعني يعني انا كان في ناس بيغم عليها معايا في اللوكيشن شباب صغيرة ومن ننهلهم عن مستشفر ايوه طبعا مشتغل حد يشتغل سبعين ساعة في اليوم يفضل صاحي سبعين ساعة وسبعين ساعة مش مسلا صاحي بيعمل مساج لا ده مطلوب منه ويركز ويقف على رجليه وقصة الإضاءة يشيل معدات تقيلة او قصة الكاميرا يشيل معدات كبيرة ومدير التصوير يبقى عينه في الكاميرا وبصص على النور وانا مركزة في كل ده بس اختيارك لده برضو اختيارك يعني ماشي دي ظروف تصوير ممكن تكون صعبة لكن المشاريع عندها برضو طبيعتها صعبة مشروع زي طلوها روح نسافر للبنان ونقلم في موضوع اصلا تقيل جدا جدا ده اختيار طبعا اختيار طبعا بيبقى التحدي زي ما قلت بيبقى متعة بيبقى اصرار لا انا اقدر اعمل يبقى ايه؟ متعة واحترام للنفس يعني ان انا احس ان انا محترمة نفسي او ان انا لما حمشي من الدنيا حبقى قلت حاجة ليها معنى يعني ده اللي بقى مفكرة فيه انه استاذ عاطف طيب اتوفى عنه 46 سنة وبقاله 30 سنة متوفى لكن احنا فاكرينه لغاية اللحظة دي هو عايش بافلامه دي لغاية دلوقتي فانا حمشي واللي انا عملته حيفضل موجود فانا حبقى سايبقى ايه؟ ده اللي بفكر فيه وانا حبقى احترمت المشاهد ازاي؟ ازاي احترمت عقله احترمت مشاعره على قد ما اقدر متحكش ام يعني مش على قد ما اقدر انا ما اقدرش متأدحك عليه يعني ما اقدرش ابيع له فكرة مزيفة موضوع بطلوه الروح انا كان بالنسبالي احنا كفنانين كلنا لازم نتكلم فيه ببقى ساعات طبيعة المشاريع نفسها بتبقى صعبة بس حضراتك بتلاقي انه حاليا بتخش في تفاصيل مفروض تكون قرادة مسبقة التجهيز ما تتعبيش نفسك فيها عشان بتشتغلي في اللي بتشتغلي فيه؟ بالضبط يعني انت مش السيناريو هو او شغلانتك هي المرهقة الحاجات اللي ورده بمعنى انا مثلا السيناريو بيقول ان المشهد ده الراجل اللي معي خمسة مليون جنيه تخيل ان هم على العالم راح حفلة لواحد صاحبه اكتشف ان هو سرصار ولا حاجة من شكل الناس اكتشف ان الخمسة مليون جنيه دول خمسة جنيه انا بحكي لك الحاجة حصلتلي مثلا يعني بقولك بس المسال الصغيه فالحفلة مفروض اللي بيروحها دي بيشوف بقاح لا ده فيه مليارات خمسة مليون جنيه دول ولا حاجة من اول ما هو داخل الحفلة بشكل العربيات بداخلته بلبس الستات بلبس الرجالة بالاكل اللي محتوط بالشرب فتروح تلاقي جاب لك عشر تنفار وعلى بيتين سيت وعشر تنفار يعني لبسين لبس فقير جدا ومفروض المشهد ده بيحول البطل ان يخرج من الحفلة دي يقرر انه مثلا انا بديك مثلا فتوقت تقول لهم يا جماعة السيناريو بيقول الناس لازم تبقى عددها كبير قطلهم هو اكيد الراجل صاحب الحفلة دي انا فاكرتهم ده محتش بيحبه ده محتش جه ولا جاب لهم اكل يكلوه ولا فيه عربيات بره طب ايه المشهد او بخير الاول فتبقى انت او اه او مفيش طب يعني او طب انا التحول ده هيحصل للممثل للشخصيات ازاي بديهيات فانت تبقى بالتعافر في حاجة واقول لهم والله الناس اللي اللي هتيجي دي انا مش هاخد فلوسه محتوم في جيبي ده الصورة اللي عايزة كده السيناريو اللي عايز كده فانت تبقى مش بتعافر على انك تقولك الزاوية دي احلى ولا الزاوية دي احلى لا تقعد بقى ايه يا جماعة لو سمحتم المشهد بيقول كده والمشهد ده عندكم في السيناريو فانت تبقى بتعافر على حاجة غير فكرة انك مخرج فمرهقة طول الوقت وترهق نفس فانت بتلاقي نفسك بالطول الوقت بتعاني فرح طب ما الفرح عايز مأزون وعايز طورته وعايز معزيم وعايز يعني ده مش انا اللي عايزة ده السيناريو يعني دايما اللي قلوك مش انا انا عن نفسي انا عايز اروح لكن السيناريو بيقول كده السيناريو هو اللي طالب ده فانت تبقى بتعافر في حاجات ملياش علاقة بالمهنة نفسها بمعافرة ده ما تقيل يعني ياريت يكون ده الكلام حاجة ده بيغير او بيوصل للمنتج طب انا اسم يعني بيحاول طالب يعني يعني ده ده لانه مثلا في برا مثلا اشتغلت في فيلام اجنابي انا مساعدة كتير برا ممكن يجي البروديوسر المنتج يقول لا حنوقف التصوير ليه لا 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 عدد الناس قليل قوي احنا قد ده مفروض اربع مرات هو اللي يقول بقى مش انت يعني البروديوسر البروديوسر هو اللي يقول لك كده طب لك لا 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 المشهد ده زي حتعمله في يوم انت محتاج ثلاثة يام على قبل الحمد لله على كل شيء فايه دموعك تنزل بقى دموعك تنزل بقى دموعك بقى ايه تراتين تنزل يعني في واحد صديقي اشتغل فيلم اجنابي فلقى فكان عامله مشهد حريقة فراح لقى هو مدير التصوير الآن واقف على الكاميرا وقال له لا 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 مش هنصور فين الحماية فين كذا فين كذا فراح بص كده قال الراجل ده بحبينا اكتر من ام ام معرفة كده طبعا احنا مش نسدقين بقول لي انا مش نسدق احنا عادي يعني اللي هو لا 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 يا بابا متخافش ما تقلقش يا بيه متقلقش كله تمام كله تمام ايوها تقلق ايوها لا اقلق يا بابا انا اليه المره هتولع فيي ايوها ماشي الولد اللي هينطط ماذا سيحميه؟ ماتهيت ماتهيت بزاسبة العالم نتعودين أن المخرجين أو المخرجات المخرجين بيبقى عندهم ملهمات والمخرجات بيبقى عندهم ملهمين خلاص؟ أنت الوحيدة تقريباً اللي قسرت القعدة يعني ملهمتك أو واحدة من ملهمتك واللي اشتخلت وقدمت معه ناجحات واللي قدمت لك جهزة التكريم نينلي كريم برضو منا شعلي بيعتقد من الملهمات طبعاً ايه الحكاية دي؟ يعني أولاً ركّلت في الحكاية دي ولا لأ؟ وايه سر؟ والله نينلي السر ابتدى من ساعة فيلم واحد سفر وطبعاً جينا بعد كده بقى ذات اللي كمل ده يعني هي كيميا هي فهم ثقة حاجات كتير يعني نينلي أنا برتاح معاه في الشغل قوي وهي أكيد كمان بترتاح معاه ونينلي شخصية طيبة جداً أنا محبش بأنه مش شرين أنا روش أتعامل معاه فنينلي حقيقي مني قدمة طيبة لا ليها في الإيل والقال ولا ليها في المشاكل مع الناس ولا ليها في التأخير ولا ليها في قلة الأدب فده كل اللي يريحك شغلاً كل ده أنا طبعاً بحس بسلام غير لما يبقى بعاك ممثل أو ممثلة ضغطين على أعصابك بتحس أنت مش ناقص أصلاً لأنه دايماً أقول أنا أنا والبطل أو البطلة إحنا مصلحتنا واحدة نجاحي من نجاحها نجاحي من نجاحه طبعاً طب وفنياً فنياً إنيلي أنا بحب الشغل معاه جداً وأنا بتهيألي لما أنا كنا في مسلسل ذات لأن كانت رواية مقرية كتير قوي فكتناس كتير تقول لي ليه اللي هتعمل ذات لأنه ذات دي اللي مكتوبة الأستاذ صنعالة إبراهيم كتبها ست المصرية المطحونة الموظفة حتى الغلاف لستة خينة محجبة فنيلي فأنا كنت أنا وأستاذ جابي خوري لأنه وأنا وأستاذ جابي إحنا كنا عندنا سيقة فظيعة ما عرفش كانت يعني إحنا كنا متأكدين أنه نيلي هتعمل ذات فوق خيالنا ونيلي مش منه اللي بتحب تعمل بروفات يعني بروفات ترابيزة وكده ما تعرفش فسحطها قدام الكاميرا وخليها تصدق الشخصية وخليها تحب الشخصية وافضل غزيها بمشاعر قبل التصوير أنا فاكرة أن أنا أول يوم في ذات أنا ونانسي بصينا لبعض مش مصدقين أن هي إزاي قدرت تخلي نفسها بنتها عندها 18 سنة لأن كان أول الحلقات مفروض أول ظهورها عندها بنتها عندها 18 سنة ففجأة أنا لقيت نيلي قدامي بنودة سغننة عندها 17-18 سنة فنيلي أنا شايفة أني نيلي كمان هي موهبتها لسه ما طلعش حاجات كتير جواها يعني نيلي دي مفروض نستغلها في أن نعمل ميوزيكال لأن هي غير كده هي استعرضية دي لما بتطلع في إعلان صغير كده بترقص بتنبسط صحيح وحالي لك حابة تعملي ميوزيكال جدا وحابة تعملي أعمل للأطفال كمان جدا أنا نفسي أعمل ميوزيكال للأطفال يعني نفسي أعمل زي ما كان نفسي أعمل كوميدي كان نفسي أعمل منا منا نفسي حكاية منا أنا بريت بني وبينها عمري طويل الأول فيلم هي طبق بطلة فيه فيلم الساحر كنت أنا مساعدة فيه فإحنا أنا شفتها يعني بشوف منا أختي صغننة كده بشوفها شوفت نجاحها وصعودها وبعدين أول مرة أشتغل معاها كمخرجة كان العشق الهوى ففي برضو هي هي الكيميا والتفاهم والثقة ما بين المخرج والبطل والأستاذ خالد النبوي يعني ناس كتير فنانين كتير ما لها علاقة بقى هي لها علاقة بتفاهم إنساني ثم فني طبعا بالزبط قلت إن حارتك بيعرض لعيكي تليفزيون أكتر من السين ده بيقول إيه عن الصناعة أنت شايف الصناعة أخبارها إيه؟ لا بتسلم أي كبير يعني للأسف حاجة تحزن الصراحة يعني السينما المصرية أنا صعبانة علي تضايق عشانها جدا يعني لأن أنا أنا اشتغلت وأنا مساعدة في عز السينما في عز الأفلام كان عندك أنت كنت تتعمل في السينما ميت فيلم ففيه أفلام حلواوي وكانت فيه أفلام وأفلام نص نص وأفلام هابطة وأفلام مش عارف إيه بس كان فيه؟ بس فيه صناعة فيه كوميدي وفيه دراما فيه اجتماعي وفيه ممكن يبقى رعب وكل الأنوع يعني وكلنا صناعة كلنا شغالين جواها وشغالين وأفلام وتروح مهرجانات وتاخد جواز وتشرف اسم مصر برا وأفلام تعمل إرادات فظيعة فدلوقتي لأ إحنا فيه يعني فيلم تعرضه فيلم الثاني بس الصناعة كصناعة؟ لا طبعا فيه الصناعة يعني لما يبقى أما ساعات فيه مهرجانات في مصر تتعمل ونبقى فيها فيلم مصري فيلم واحد فده مؤشر خسارة أما أنت تبقى الناجة في بتاعك لا أعرف حتى هو فين هو تاريخك حتى أنا بقولك الجيل اللي بيتعلم وبيتعلم بس من الإعلانات حقيقي هو مش بيتعلم حقيقي حيطلع مخرج صورة صورة بس بلا مضمون وبيلا حيطلع حاجة حلوة كده بس من عندما فيهش روح ما فيهش ما فيهش حاجة تحركك فإحنا السينما هي اللي ربيتنا على كده على هي اللي فهمتنا شغلانا بإتقانها بجمالها غير إنه إحساسك لما بتسافر بفيلم مصري في مهرجان على فكرة لا بيقولوا اسمك ولا بيقولوا وبيقولوا الفيلم المصري ده الوحده يعني مفروض أنا أنا يعني غير بقى أنا ربنا كمان كم مصر بديها نعمة غريبة الفنانة مصري محبوب في أي حتة صحيح من غير حاجة اللغة المصرية العالم العربي كله عارفها وحافظها وبيحبها من الأفلام والأغاني فيبقى خسارة فإنت عندك لغة العالم العربي كله بيحبها وعنده شغف على الأفلام والفنان المصري أنا لما بسافر مثلا المغرب أو تونس ومعايا ممثل مصري وفي ممثل ممكن يبقى مغربي أشهر واحد هناك المغربة بيجروا على المصري فانت حكرة عند ربنا بالضبط يعني قبل بقى أغسيمك بقى زي ما أنت قلت من الأفلام أو من النوع المنتج اللي منقدمه الفنان المصري نفسه ليه حاجة كده أنا عمري محنسة كمان لما كان فكان مثلا كان فناننا ورجمنا لما أستاذ يوسي لما كان بيروح أستاذ يوسيف الشاهين لما كان بيروح منا حتى لما راحت مع بعض الموقع يعني في حاجة في حاجة طبعا في حب لمصر فأي حد جاي من مصر أي أن كان بيبقى ليه ألق ده مختلف وحب مختلف طبعا يعني فالحقيقة أنه في دور للدولة يعني أنه هي تقف جنب الفن المصري بشكل حقيقي بشكل كبير بمنح بدعم بدعم لأنه عشان ده هو هي هي زي القطن المصري مثلا ده عندك مثلا طبعا ليه بستينات أنا فيلم ملك وكتابة واحد سفر ده إنتاج الدولة تجهاز السينما صحيح كان المركز القومي للسينما بيطلع الشباب الصغيرة يعملوا أفلام قسيرة ويخليهم يعملوا أفلام أول فيلم قسيرة عملته مركز القومي للسينما كان فيه وزارة الثقافة تقدم دعم لأي فيلم لأنه طبعا كالعدد في العالم كله الأفلام اللي هي أنا محبش أقول كلمة التجارية لكن الأفلام الكوميدي مش عارفة إيه 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 دي بتلاقي سهل منتج لكن أفلام ثقيلة وصعبة كان الزهارة الثقافة بتقدم دعم للفيلم ده السيناريو عشان تساعدوا أنه يظهر للنور طبعا ف ف فإحنا عايزين ومعنش نقول المتج دلوقتي إن هو مش هياخد بريسك طبيعي صعب قوي بالزبط بس يعني أنا بشوف ساعات إن في أفلام متكلفة مبالغ كبيرة قوي 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 يا ريتل الفيلم ده اللي هو ما 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 اللي هو فيلم مصري ولا هو شبهنا ولا هو حكايتنا ولا هو أي حاجة اللي متكلف الملايين 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 دي قسموا ثلاثة أربع أفلام لناس عندها سيناريو حلو تقدموا للسينما ويعني وممكن على فكرة بأبسط الفلوس تعمل فيلم حلو سيناريو سيناريو تقدموا بشكل حلو فإحنا محتاجين الدولة تدعم السينما تدعم الفن بشكل حقيقي أنا عمل شقة مصري الجديدة عمل فيلم بحاله متصارف في اللوكيشانيين في اللوكيشانيين وده كان إنتاج الدولة برضو جهاز السينما بالضبط أنا عادت بفيلم واحد صفر ده لفيت بيه على مونتجين مصر محطش يوم كان عايز ينتجه وفيلم مالك وكتابة عادت ليه فيه لفيت بيه على مونتجين مصر كلها محدش كان عايز ينتجه الدولة إنتاجته لي فهتلاقي إنه فيه كده كتير لكن دلوقتي مفيش بقى دولة تنتج لك فيظهر لك أفلام كبيرة تسافر بيها تشرف اسم مصر وفي نفس الوقت لو فكرنا بشكل مدي هو ممكن قوي 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 من خلال السينما دي يبقى فيه عائد مدي بالعملة الصعبة طبعا للبلد بشكل كبير فأنت مش بس هتدينا يعني مش بس الدولة تديك فلوس كده عشان ترميها في الهواء لأ طبعا لأ هي كمان مدي ومعناوي أقحت غير بقى صورة مصر في العالم من خلال السينما صحيح مش بمعنا إن إحنا نضحك عالناس ونقول إن إحنا أحسن حاجة في الدنيا إنه إنه لما العالم بيشوف إن البلد دي فيها فن وفيها الفن يعني إنك إنت متحضر حتى لو بتعمل فيلم ما هو الأسبان بيعمله أفلام بتبقى أنت مش مصدق ممكن إن أماكن فقيرة فيها وأماكن صعبة فيها لكن لكن لكنش قادر تشيل عينك من على الشاشة وإسم أسبانيا في العالم بسبب أفلامها والدراما كمان والدراما بسبب أفلامها الإنجليز نفس الحكاية العالم كله بيبص عليهم بشكل إنه دول بلاد متحضرة الفن جزء منه كبير قلتي حاجة وده آخر سؤال قلتي أنا كنت بحلم بس أخش مهرجان القاهرة وكت على إن أنا وقفة بتكرم في مهرجان القاهرة وكت تلاتين سنة الزبكت تلاتين سنة حكا سريعة كده حكا سريعة إن أنا وقفة بتكرم على مصرح مهرجان القاهرة يعني بتقولي إيه كل اللي بتفرجوا علينا وهم حلمين وهم نبيم وإزاي ما أنت كده كنت حلمة في يوم الأيام حققت يا حلمة هقول يعني اللي بيحب حاجة قوي وبيراعي ضميره فيها وما يبقاش جباني يبقى شجاع ما يخافش من فكرة إن حد ممكن يقطع عيشه مش حاجة اسمها بني قدم هيقطع عيشك هو ربنا هو اللي بيسبب لك الرزق إيه وعد خاف من حد إيه وعد حد يخوفك وصدق اللي إنت تحبه أي إن كان الحاجة لو إنت بتحب الطبخ قوي هتبقى طبخ حظيم لو إنت بتحب التمت لو إنت حاجة بتحبها بجد وبتحبها مش عايز تاخد منها الصورة اللي من بره بتحب الشغلان بتحب المهنة وبتحترمها أي إن كان المهنة اللي إنت بتحبها ورعيت ضميرك وما خفتش وبقيت شجاع أنا أعتقد إن ربنا مش يعني بيبقى قائف معك يعني وإحساسك ده بتنقله للي حواليك وإن ما فيش حاجة بتيجي سهلة يعني محدش يتخيل إنه إن أي حد نجاحه بيجي بسهولة ما فيش حد حيبقى محمد صلاح من غير تعب محمد صلاح تحب قاوي الوقت شايفين النجم الكبير لكن هو حلم إنه هو طفل قد كده وتعب وذاكر وقعد يتضرب وعانى وأخضط كتير عشان ربنا ينجحه في يوم الأيام بس هو رعض ميرو وأخلاقه ومخافش من حد أنا مش بتكلمنا طبعا مش محمد صلاح أتمنى بقى محمد صلاح كامل أبو ذكري بقى محمد صلاح السلمة يعني أيا كان مين يعني حكلمك على النجوم عندنا مفيش حاجة بتيجي مثل والجمهور على فكرة يعني عنده إحساس عارف مين الكذاب ومين السادق حتى لو شافها في الشارع وقعد يسلم عليها أو بتاعه هو عارف إن دي انت فاك وفي حد بيحبه بجد دليل مثلا أنا دايما أقول إيه أستاذ أحمد زاكي في الجنازة بتاعته هيا دي هيا دي الناس هي عارفة أحمد زاكي هي بتحب أحمد زاكي هي عارفة الصدق الحسابي والشغف والشغف فأنت اللي هيتطلع منك هيوصل للي قدامك إيه و هدخل إن الجمهور مش هيبقى فاهم الجمهور فاهم كل حاجة كويس قوي فاهم مين معاه ومين ضده مين كذاب وبيضحك عليه ومين واقف معاه هو فخليك دايما الواحد يبقى عنده ضمير بص دمير وصدق وحب بجد لما هي تعب يعمل ايه؟ وهو تعب بحلازم حتى ما هيك وقعت في القصة دي تتعبت ايه انا تعبت بعد تلاتين سنة فبعد تلاتين سنة فبعد تلاتين سنة ورجعت نفسي لانه لقيت طي ما هو لازم هتتعبت يعني ما هو مفيش اللي عايز اتضحة ما يقولش باحة مش عايزين نقول اللي عايز اتضحة لا اقولش باحة اللي عايز اتضحة باحة الف مبروك مشارف بكل الكرو وبجد بجد حقيقي دي لحظة توثيقية مهمة جدا للحظة مهمة جدا في مشوار أستاذ كاملة وان شاء الله ما بكون مرضو احنا اسعب معك ده انا سعيدة جدا وهي لحظة قلبي بيدق دلوقتي لحظة اكيد ده عمري ما حنساها ويفضل بقى الانتروفيو ده كده عشان حفيدي لما يجمل يتفرج علينا حفيدي حبيدي متقوليها متقوليها متأيش حد يقولك حفيدي احلى كلمة احلى كلمة انا جدا وعندي حفيدي احلى كلمة احلى احساس في الدنيا لا بقى تقولي السينما كت يا جماعة كت يا جماعة بعدين بقى نتكلم كلمة احلى احلى كلمة اح Gregg بر Silik و ide قمع خلقكم ها تب تق scope 很مع Huh الله الله الله